بعد أن أضحت الجزائر وجهة سياحية بامتياز بفضل ما تتوفر عليه من مقومات سياحية هامة أضحت ترويج لها أولوية لجلب المزيد من الاستثمارات واستقطاب السياح من المحليين والأجانب سياح الجزائري نجم يزور البلاتاو وهي باش تكون أكثر شيء باش تكون في أسعار متناول جميع في أكتر من 25 فندق من مصر مشاركين وده إن ده اللي هيدل على اهتمام كبير من الجانب المصري بالسوق الجزائري التطورات اللي صارت في الساحة السياحة الداخلية الجزائرية اللي خلتنا وشجعتنا أكثر أنه ننفستي في الجزائر والتطور هو مستمر إن شاء الله ونحن بنفس الوقت نستنى أنه نكون دعم لما نبدأ نجيب القروبات التركية يشاركوا في السياحة في الجزائر إن شاء الله مقصد سياحي الجزائري أصبح عنده رؤية أكبر ورؤية أوسع وهذا يعني يدفعنا إلى أن نعمل بجهد أكثر حتى نجعل من المقصد السياحي الجزائري يكون عنده يعني مكانته على الصعيد الدولي واقع سياحي أثحى يوفر خدمات راقية من خلال الاستثمار وهو ما تحكسه الطبع الرابع عشرة للصالون الدولي للسياحة والأصفار والنقل بوهران من أجل توفير كل سبول الراحة للمصطفى الجزائري وحتى المرضى الجزائريين باش ننشدهم هنا عدنا في الجزائر وما يتنقلوش لبلدان الجوار من أجل تلقي العلاج ووفرنا لهم كل العلاجات لدرنيار جينيغاسيون منتوجنا جزائري وجينا إلى هنا باش نلقاوا يعني تفاعل من عند الزوار والبحث على زبائن أكثر على المستوى الوطني والدولي إن شاء الله الصالون يعد فرصة لتبادل الخبرات بين العارضين المحليين والأجانب لفتح أفاق أوسع أمام المتعاملين في هذا المجال